السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل مع بعض البتونسلي بطريقة سهلة جدا وبسيطة وتحدي الأفران هنعمله من غير بيت من غير لبن بمواد اقتصادية جدا موجودة عندنا في كل بيت ويلا بينا ندخل نعمله هنصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد علي أفضل السلام ودي بقى المكونات بتاعتنا تمام كده وكمان بولا معايا نص كباية مياه دافية ومعايا ربع كباية زيت وكبايتين ونص من الدقيق انا هستخدم دلوقتي كبايتين هرميين وهعيني النص دلوقتي هستخدمه او لا على حسب كمية السوائل اللي عندي الدقيق هشربه او لا تمام كده انا جبت البولا فضت فيها كده الكبايتين دقيق هرميين واقلم النص معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة هرمية سكر بكيس خميرة فورية او معلقة كبيرة خميرة فورية نزلت كده بالمكونات الجفة بتاعتي على بعض هبدأ أقلب فيه بقى كده عشان امزج المكونات الجفة عندي مع بعض لازم الخطوة ديا مهمة جدا هنزلت دلوقتي بقى بنص كبايت الماء الدفية الماء ما تكونش سخنة تكون دفية فترة يعني وربع كبايت الزيت وانت بتعملي اي حاجة في معجنات في حلويات في مغبوزات يريد توحد الكباية اللي انت بتعايير بيها ايان كان الكباية اللي بتعايير بيها كبيرة او صغيرة وحا دي هتطلع معاك النتيجة مزبوطة هنديها تقليبة كده نحاول نمزج المكونات مع بعض هنقوم بقى للسباتيولة كده شكرا ونركبها على جنب ونبدأ بقى نشتغل بأيدينا كده نعجل العجينة كويس جدا الخطوة دي حلوة جدا اهم حاجة انك انت تخدمي العجينة يعني ايه تخدمي العجينة تعجينيها كويس جدا انا هفضل اعجم العجينة بتاعت الغتم متلمي معايا خدت معايا قد ايدي من كوبايتين لكوبايتين وربا لغيت الملامت معايا وبقى بالشكل ده العجينة مش تلابسة ولا طرية العجينة حلوة جدا سبتها ترتاح معايا عشر دقايق كده العجينة ما بتخمرش هي بترتاح بس انا سبتها ارتحت معايا عشر دقايق وشلتها كده من البولة وهنبدأ بقى نشكلها زي ما انت حابة تقدر تقطعها بالسكينة اشكال زي ما انت شايفة كده طبعا الحجم انت التحكم فيه نبدأ نفرده كده بقى بالشكل ده وفي الصينية بتاعتنا على طوم طبعا المجهزة الصينية بتاعتنا دهناها دهنت زيب بسيطة جدا ما بنتهنهاش بالفرشة لا انا بنتهنها بمناديل من المبخ بتبقى افضل كتير لان انا مش عايزة كمية زيب كبيرة في قلب الصينية انا عايزة حاجة بسيطة بس في قلب الصينية هنقطع العجينة بتاعتنا كده تاني ونبدأ نعمل واحدا كده تاني مع بعض نبدأ نبرومها كده بالشكل دوا ما تقليش هي بتبقى رفيعة جدا كده لان هي بترجع تختبر في قلب الفرن هنبدأ اقطع العجينة بتاعتي كلها وبعدين نبدأ اشتعل حسيت ان كده هي بقى أسرع وأفضل طبعا تقدر تقطعها بالشكل اللي انت حباها وتشكلها كمان بالشكل اللي انت حباها انا خلاص قطعت كمية العجينة بتاعتي كلها وجبت واحدة تانية كده فردتها معاكم لازم تكون متنسقة كلها قطبعا هناخد واحدة كمان نفردها بالشكل دوا انا بعيد معاكم الطريقة مرة واثنين وثلاثة اهم حاجة ان كنتي ونتي بتبرميها ميبقاش فيها جزء اضخم من الجزء التاني كلها تكون متساوية عشان تديك نتيجة حلوة والتسوية بتاعتك تكون مظبوطة طبعا تقدري بعد ما تعمليه كده بالشكل دوا انك انت تدهنيه بمية بسكر او بلبن لو موجود عندك او ببيت زي ما انت حبه بس انا هدهنه بمعلاقة سكر على معلاقة مية اللي بتون كويس وده شكل البتون سنيف قلب الصينية وهبدأ ادهن بها كده بالفرشة بتاعتي وطبعا انت ممكن ما تدهنوش اي حاجة او انك انت تدفيله اي حاجة بس طبعا الخطوة دي اختياري انت ممكن تدفيله كمون حبة البركة سمسم الخطوة دي اختياري حسب المتوفرة عندك وحسب طبعا التزوق انت بتحبي ايه والموجود في بيتك انا مش عايزك اتكلفي نفسك خالص انا كان عندي حبة البركة بدأت انزل على البتون سليف تاهي كده بحبة البركة الشكل ده ما شاء الله اللهم بارك تحفة جدا انا طبعا الكمية بتاعتي عملت لي صينية اتنين بالشكل دوا هابدأت هنا الصينية التانية كده هاد هنا كويس جدا طبعا انت تقدر تتاني عن الخطوة دي لو عندك بخاخة ولا حاجة تقدر تضيفي فيهم معلقة السكر اللي انت مقلبها في معلقة المية وتقدر تبخي بالبغغة هيكون اسهل كتير طبعا متوفر معايا سمسم هانزل عليه كده بالبتون سليف بالمنظر ده انا كمان خلصت الصينية التانية انا طبعا مولا على الفرن بتاعي ومسخناه من فوق ومن تحت ودلوقتي هطف الشواية ودخل الفرن على درجة حرارة مية وستين مية وسبعين وطلع معايا بالشكل الطحفة ده اللهم بارك اللون بجد طحفة طحفة بجد احلى كتير وانضف من برا وتحدي الافراد تقدر تعملي كل حاجة في بيتك بتكلفة بسيطة جدا وهتديك نتيجة احلى كتير من برا حمارة حلوة ازاي ومقرمشة ومن جوة فيها هوا ازاي ان شاء الله اللهم بارك مش مكتومة بجد حلوة جدا زي ما قلتلك انت تقدر تدفلو كمون او سمسم او حبة البركة المتوافر عندك وطبعا كمان تقدر تلفية على شكلك حمارة بيبقى حلوة جدا هنفتح واحدة كمان ما شاء الله اللهم بارك بجد طحفة طحفة طبعا كلنا ستات بيوت شاطرين نقدر نعمل كل حاجة في قلبي بيت من غير ما نتعب نفسنا خالص ومن غير تكلفة بمكونات بسيطة جدا انت تقدر تعملي اي حاجة انت عايزها تقدر تقدمي طبعا بالشكل ده لو لاطفالك قلب الكوبايات كده او فانجين او اي حاجة موجودة عندك مع الكوبايات بقى شاي بلبن او لبن الصبح للاطفال حلو جدا او لكوبار كمان فطار خفيف كده ومختلف ما خدش مني وقت خالص ولا مجهود طبعا ما تنسيش لو انت كملت معي الفيديو لغاية هنا تضغطي للايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد و الف عنا